صدق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي على الإعلان عن قابول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير الدكتوراه للتكليف بالعمل في القوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يوليو 20-22 هذا ويشترط للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير أن لا يزيد السن عن 34 عاما في الأول من يوليو المقبل وأن لا يزيد سن الحاصلين على درجة الدكتوراه عن 38 عاما وأن لا يقل التقدير عن جيد في الباكالوريوس وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الامتياز